مرحبا بكم في حلقة جديدة من كواليس النجوم شارات المسلسلات أصبحت من أهم عوامل نجاح أي عمل درامي لذلك يسعى منتج العمل للبحث عن مطرب وموسيقيا مميز لتقديم شارة أكثر تميز لا تقتصر المسلسلات الرمضانية على نجوم التمثيل والكوميديا فللمغنين نصيب أيضا في هذه الأعمال كثيرون منهم شاركوا من خلال أداء مقدمات هذه المسلسلات مقدمات باتت تشكل إضافة نوعية للأعمال المعروضة علاوة على أنها تساهم بقدر كبير في تحقيق مزيد من الانتشار لهم الفنان اللبناني مروان خوري يتصدر الموسم من خلال المشاركة في تقديم أربعة أعمال سواء عن طريق الغناء أو كتابة وتلحين أغنيات مقدمات مسلسل تشلو الذي قدم فيه أغنيتي البداية والنهاية إضافة إلى المسلسل اللبناني البداء وعلى صعيد الخليج قدم مروان مقدمة مسلسل قابل للكسر بينما كتب ولحن أغنية مسلسل 24 قيرات التي يخوض فيها السوبرستار راغب علامة هذه التجربة لأول مرة كذلك تغني المطربة شرين عبد الوهاب مقدمة مسلسلها الأول طريقي الذي يعد أولى بطولاتها وتجاربها في عالم الدراما التلفزيونية فضلا عن تقديمها مجموعة من الأغنيات ضمن أحداث هذا العمل المطرب التونسي صابر الرباعي غنى مقدمة مسلسل ذهب وعودة في حين قدم الفنان اللبناني آدم هذا العام مقدمة مسلسل الكابوس مطرب لبناني آخر هو وائل جسار غنى مقدمة مسلسل مريم أما محمد عدوية فكان من نصيبه مقدمة مسلسل حواري بخارست بعد أن اعتمدته شركة الأنتاج لتقديم كل شارات مسلسلتها المطرب المصري محمد فؤاد يعود إلى ساحة المنافسة للدرامية بمقدمة مسلسل أرض النعم مقصومة الصين هو عنوان الأغنية التي قدمتها الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لتكون شارة مسلسل حالة عشق من جانبه يخوض المطرب السوري حازم شريف التجربة للمرة الأولى عبر غنائه شارة مسلسل بانتظار الياسمين تجربة تمثيلية أولى أيضاً للمطرب اللبناني عاصي الحلاني من خلال مسلسل العراب وغنائه لشارته النجمة نوال الكويتية قدمت أداء ساحراً في شارة مسلسل أمنى رويحة الجنة ولم تكن المطربة أحلام أقل سحراً منها في مقدمة مسلسل حال مناير أما السندباد الأغنية الخليجية فيغني مقدمة مسلسل سالفي لناصر القصر وكما أن هناك ازدحاماً في المسلسلات الإدرامية على المحطات التلفزيونية كذلك الأمر بالنسبة إلى أغاني مقدمات الأعمال الإدرامية ونهايتها وبهذا يجد المشاهد نفسه أمام كم كبير من الأغنيات التي تكون عنصر جذباً آخر إلى جانب نجوم العمل مع انتصاف شهر رمضان ما تزال بعض الكاميرات تدور لتصوير المسلسلات الرمضانية مبكراً بدأت كاميرات الدراما الخليجية دورانها استعداداً للمشاركة في مسلسلات رمضان 2015 وبذلك كانت جاهزة للعرض في شهر رمضان بينما يواصل صناع عدداً من المسلسلات التلفزيونية المصرية والسورية أعمل التصوير والمونتاج رغم انقضاء النصف الأول من شهر رمضان مسلسل أستاذ ورئيس قسم استعانى بوحدتي إخراج في الأيام الأولى من شهر رمضان من أجل الانتهاء من تصوير العمل مسلسل نادي الشرق انتهى من تصوير مشاهده الأخيرة قبل أيام فقط كذلك الأمر بالنسبة إلى المسلسل الصوري العراب الفنان خالد الصاوي انتهى من تصوير آخر مشاهده المتبقية من مسلسله الصعلوك داخل أحد الاستوديوهات في مدينة الإنتاج الأعلامي بعد خمسة أشهر من العمل مسلسل طريقي لم ينتهي بعد من تصوير حلقاته الأخيرة حتى الآن مسلسل حارة اليهود يدخل أيضا منطقة الخطر الزمنية وهو يحاول العمل على إنهاء تصوير الحلقات الأخيرة بقي على نهاية شهر رمضان قرابة عشرة أيام ومع ذلك فإن أماكن التصوير تعمل ليلا نهارا وبدأ صناع المسلسلات سباقا مع الزمن للانتهاء من تصويرها حتى لا يقع في خلاف مع المحطات التي تعرض هذه الأعمال وأيضا ليرتاح الممثلون والطاقم الفني بعد أشهر من العمل بدون طويل أول نجوم حلقة هذه الليلة هو الممثل المصري المخضرم أحمد راتب الذي حدثنا عن متعة العمل مع نجوم كوميديين مخضرمين ما فيه شك إنه الشخصية تختلف حتى لو كانت نفس الحكاية يعني عمري ما أقدر أعمل مثلا محامي هو نفس المحامي اللي في العمل ده لأنه بيمر بأحداث أخرى ولا هو زروف بيئية أخرى مش ممكن أعمل أي دول حتى مثلا اللي بيعمل دور شرير الشرير ما هو هو في كل عمل إذن الشخصيات تختلف كلياتا بين عمل وعمل أنا بختار الدور على أساس قوة تأثيره في العمل فيه ساعات بص تلاقي عمل الدور اللي فيه لو رفعتين من العمل ما يحصلش تأثير يعني لو شلتين ما يحصلش تأثير السيناريو ما يتأثرش يعني ولذلك أنا بقيس الدور بهذا الشكل يعني إنه أشوف لو اتحذف يحصل إيه ألاقي إن العمل ينهار يبقى لازم أعمله ألاقي إنه مش هيحصل أي حاجة أو لا مش هعمله بشكل عام الدراما العربية في مصر في سوريا في أي حتة بشوف إنه التكنولوجيا تطورت جدا جدا ولكن لم تتطور المشاعر بقدرها ولذلك تجد إن الأعمال اللي قبل كده عايشة إلى الآن تقدر تشوف لال الحلمية لغاية دلوقتي تقدر تشوف المال والبانون لغاية دلوقتي تقدر تشوف بوابة الحلوان لغاية دلوقتي تقدر تشوف أم كونسوم لغاية دلوقتي لكن الأعمال اللي بتعرض دلوقتي بيخلص رمضان يمكن تطورت مرة كمان وخلاص وما تشوفيها تانية وما تقدر تشوفيها تانية لأنه ما بقاش فيها العمق ولا التأثير ولا المشاعر الإنسانية ولا تداخل الشخصيات وتفاعلها ما بقاش موجود تقدمت التكنولوجيا ولم يتقدم الإنسان أنا عندي مسلسل مع النجم الكبير عد الإمام اسمه أستاذ ورئيس قسم وعندي عمل مع الفنانة غاد عبد الرازق اسمه الكابوس وعندي عمل مع الأخ أحمد السقه ونعمل مسلسل اسمه زهاب وعودة شايف شايف سيكتيري الحزب اليساري شايف دماغه حلوة زاي وتفاعل مع الحدث مش انت أنا أسفد بطول حيك علي خلينا ننبسط با إلى النجمة اللبنانية كارمن لبس التي لا ترغب في تقديم الشخصيات التي تكرهها في الحياة شو الأخبار؟ الأخبار عندك كل شي ميشي تمام بس ببطو بس جميلاً كل شي ميشي تخلكم ما زال عم تحكم عن شي أنا بعرفه لا شو هالحكي المغطة مش عني اسمين؟ عليا مرأة مغرومة مغرومة بشخص كان عنده علاقة معه وفجأة بتكتشف أنه بالأخير العلاقة مش رح تكمل لأنه هو أصغر منه وبتجوز فهي بالنسبة لقلها هيدا حياته يعني فبدا تدافع عن هيدا الحو الحقيقة أنا لما حكيتك أول مرة كنت حبي يفيدك بشي بس بشكله هلأ ما رح ينفهم أنا هاي تالت مرة بلعب دور كتير بعيد عني وبيضيقني إذا بديك بيتعبني يعني أنا بيتعبني يمكن أهياً إلعبوا من أدوار بتشبهني هونيك بس هونيك برتاح يعني هونيك بعتبر ملعبة هوني بحس حالي كتير غريبة وبتدايق من هول النساء يعني أنا بعتبر أنه أي اتنين مرتبطين مش لازم يكون حداً يجي مش لازم لأنه بالأخير إذا صار في طرف تالية واحد من هالثلاثة بدو يتأذى هيدا مسلس بيصير فواحد من هالثلاثة يا هو يا الطرف التالية يا رف الطرف التاني يا الطرف الأول فليش الواحد بيغنى أنه يفوت بهالمعمع وحرام يعني حرام إذا في علاقة أو إذا كان في علاقة حب أو في اتنين مجوازين وبانيين شي يجي حداً بدو يخربها حتى لو كان في حب خلص الحب خلص بمحل لازم الإنسان يروح يفتش على حال تاني عاليا لا أعاليا بتضل بتدافع لأخر تاكي أنا بعتبر هاي رسالة يعني عملت هيدا الدور لأنه رسالة لأي امرأة بمحل ما إنه أكيد في نساء كتير مطلقات عايشين لحالهم عندها وضع المادة كتير منيح عندها شغلة بزنس وومن فبمحل ما بتهمل إذا بدك ابنة بتلحق لأنه كمان هي كمان مرة بحاجة لحب يعني بمحل بتلومية وبالشقة التانية بدك إنه عندها العاطفة طب وين بدها تروح شو أستاذ رامي؟ مش معقول هيك كل يوم نفس التأخير هيك ما رح فيه كفة بدنا نضلنا على هالموار رح أبعتك عمدرسة تخليق وخلص من الأصابات شوفي ماما على خبرك شغلة أنا أول مكسير عمري 18 سنة حفل فما في دائعة عزبي حالك والله شو لوين من غير شار بتحسي صارت الخيانات وعرفت التعدد العلاقات صارت مش متل قبل يعني ما عايت فيه تبويات متل زمان يعني بتحسي كله متاح يعني إذا بدك ويمكن عم بيطرح هاي الشغلة يمكن المسلسل عم بيطرح هون هاي اللعبة إذا بدك بين بالعلاقات يعني بس الشك إذا بتشوف القصة بتحسي أنه لا لازم يشك يعني أنه مش لأنه رجال شرقي لا يعني كل الأحداث اللي بتصير بتخليه شك يعني حتى لو لأنه قد ما كان الإنسان بحب بس بيضل يعني بيضل فيه نسبة شك كتير صغيرة خاصة إذا فيه أدلة أنه بتأكد أنه أنا شركة خينة أخروا لقاءاته مع الضيف والنجم السوري أحمد الأحمد في ثاني لقاءاته التليفزيونية وحصريا عبر سكاي نيوز عربية الحقيقة أنا مقل يعني بأعمالي يعني بالسنة ممكن نلحق عملين أو نكتر يعني ثلاثة اشتغلت في انتصار الياسمين ناصلة وسامة كوكاش أخراج سمير حسين تم تصويره بدمشق عم يحكي عن حالة النزوح اللي حصلت النزوح الداخلي طبعا اللي حصلت بسوريا فأحداث العمل أو أكتر من فينا نقول 60% منه تجري في حريقة عامة بعائلات بالعائلات اللي نزحت فتتكون بناتهم يعني علاقات اجتماعية وقصص يعني الدراما الدراما الفعلية بين هدول الشخصيات اللي التجأت أو اللي نزحت لهالحدائق قسما بالله إذا بتقول تاني مرة صفيرها لا صفر لك عدات حياتك سمعا نسبة للشخصية أنا اللي اشتغلت عليها يعني ما كتير تطريت أنه روح وإجي وأبحث بأماكن كتيرة لأنه حقيقة حاولينا عام يصير كل الأساس يعني فما مضطرين كتير على موضوع الاجتهاد لأنه صايرة معنا يعني معنا ممكن بعائلاتنا بجيراننا فكنا قريبين للمحاكاة الواقع وإن شاء الله نقرب أدمى بنا لنقل الصورة أمام أنه أدمى اجتهدنا ما رح نقرب كتير من الحالة الواقعية اللي صارت يعني لأنه الإشياء اللي عم نسمع عنا والعام نشوفها وهي فعلا يعني صعب أنه تتحقق بالدراما فعم نلجأ لحالة المحاكات يعني حالة المحاكات يعني هي أقرب شيء أنا ممكن من أدمه الله يرضى عليك عمرك لا تكسر بخاطر حدا بعمرك لا تجرح حدا إلى خلف كواليس مسلسل طريقي للقاء بعض الشخصيات الطريفة أمام 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 بحسن المحاكات سلام عليكم صلاة واسمت الله وما رأتك أخونا يقول إن أنا أمام اللي عايز يجي سألت بأحاجة تانية بس أحد حاجة عرفتان نحن في مصر ما حرق أم بضوية محرق أم بضوية ما حرق أم بضوية يا الله رب الله شايفك أنت بتقول إيه إن كنت بتشتم ولا بتدعيلي بس خالص أنا حامش أنا با شكرين أولا بلدينا حبيبي، تستنوا بس حبيبي، تستنوا بس أنا اختبطت مع محمد حالي فيه وقطاته وأمساهي أمساهنا عبد العزيز هو يسرعني وأنا محبه ومحبه ومحمد حالي حالي عالم أطاته خذتا عجمائي إسمع عنك من بسأل بتاعي عالم أطاته أنا اسمي في اللوكيشن جمايكا بس أنا بطبيعي اسمي متحط بس عوالي جمايكا ده عشان أنا بحب الميوزيك اللاتيني والبوب عمات أنا بحب بوب مارلي عشان كنت ظاهر كنت بعمل حاجاتي تشرتات بتاعي أصولي بوب مارلي علي عالم جمايكا بس فرغطيت معي مع الناس جمايكا جمايكا حتى في ناس ما تعرفش أنا اسمي متحط بكل عرف جمايكا حتى الألوان مثلا الحزازة كده فهو أنا حتى بعثي ناس تقولي يا متحط ما بعيدش أسمعها يعني خلاص مش أنا متحط ممكن يكون حدي تاني بس هو جمايكا يبقى أنا بس فرغطيت معروف كده في اللوكيشن ومعروف كده في الميديا أقلبية ناس تعرف جمايكا بس بس ما تعرفش يعني ما تعرفش اسمي عماتا ما تعرفش متحدي خالص مشاهدين هذا كل ما لدي لهذه الليلة أشكر لكم متابعتكم ألقاكم غدا مع نجوم جدود ومسلسلات جديدة موسيقى